يا مغربي رواح رواح طرقنا اليوم ضوها مصباح مع العدالة والتنمية فلنواصل الكفاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكروه الذي يسر لي أن أكون بينكم في هذه الأمسية المباركة في هذه اللحظة لحظة الوفاء ولحظة الشكر ولحظة تجديد العهد على الموضي على نفس الطريق بإذن الله تعالى بعزم أكبر وبإرادة أقوى لتحقيق كل ما تعاهدنا عليه وكل ما اجتمعنا عليه ونبدغي رضاه سبحانه وتعالى ونسعى إليه بالليل والنهار أحييكم إخواني الكرام جميعاً أخواتي الكريمات كل بصفته وكل باسمه وأخص بالتحية ضيوفنا الكرام الأخوة عبد الناصر المقري والأستاذ براهم إحمد من الجزائر الشقيقة وأخوهم في بلده ما أن أخبرنا الأخوين بهذا المهرجان لم يتردد في الالتحاق قال هذه لحظة لا ينبغي أن نفوتها لا بد أن نحضر وهذا يزكي بعضاً مما كان يقوله أخي عبد العزيز رباح هذا الذي يجري في المغرب محل رصد إقليمي وجهوي ودولي على أساس أنه يقدم النموذج الذي نرجو بإذن الله تعالى أن يحسن وأن يحتذى ليس فقط أن يحتذى وإنما أيضاً أن يحسن بكل درجات التحسين وأذكر نفسي وذكر الحاضرين بشيء نقر به ونصرح به ونعلنه في كل ناذ وفي كل لحظة ولا ينبغي أن يغيب في مثل هذه اللحظات وهو شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه هذا المساء هذه الاختيارات هذه الإنجازات نحن نقول في كل ناذ وفي كل لحظة إنها توفيق من الله سبحانه وتعالى وقبل أيام جلسنا مجلساً قريباً من هذا فاستحذرنا جميعاً قوله تعالى على لسان سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مكفر فلما رأى سليمان عرش بالقيس أمامه وهذه آية من آية الله قال هذه الآية هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مكفر فصارت شعاراً لكل من حلت به نعمة أن يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مكفر ومن شكر فإنما يشكر النفس ومن كفر فإن ربي غني كريم لا بد في مثل هذه اللحظات أن نستحذر التوفيق الإلهي لقد مررنا بظروف كان يصعب فيها الاختيار ولكن دللنا بحمد الله تعالى أوفيا لاختياراتنا وشققنا طريقنا بكل قوة وبكل إصرار نريد الإصلاح في إطار الإستقرار لا نريد لبلدنا أي مغامرة لا نريد لبلدنا أي خسائر ولكن نريد الإصلاح وضعنا وصل أيضاً وصل فيه نصيبه مما جرى في بلداننا كلها من الفساد مما يقتضي للإصلاح ولكن يمكن لهذا الشعب كما أبدع في أكثر من محطة أن يبدع أيضاً في هذه المحطة وأن يحقق الإصلاح في إطار الإستقرار وتولت ويسعدني أن أقول ذلك حركة التوحيد وإصلاح وشركاؤها القرار في هذا الاتجاه بحمد الله تعالى وسرنا فيه وراكمنا فيه وأتى أكله ونقول لكم بأن يوم فاتح ماي ألفين وحضاش كان يوماً ليس كباقي الأيام في فاتح ماي في مسيرة الضار البيضاء أدركنا ونحن نرى تلك الحشود التي اجتمعت وسارت في المسيرة التي كان يقودها الاتحاد الوطني للشغل للمغرب وكان حاضراً حينها رئيس الحركة والأمين العام لحزب العدل والتنمية كنا ننظر إلى تلك الجموع ونعلم يقيناً أنهم ليسوا أعضاء في حزب العدل والتنمية كلهم ولا أعضاء كلهم في حركة توحد وصلاح ولا كلهم أعضاء في الاتحاد الوطني إنهم مغاربة جاءوا ليقولوا بأن هذا الاختيار ليس اختياركم وحدكم بل هو اختيار كل المغاربة الراغبين في الإصلاح مع المحافظة على الاستقرار وكان الجو منطراً ومع ذلك تحمل الناس وصبروا علينا كما تصبرون أنتم علينا وتوالت الخطب كلها تؤكد نفس الكلام وهذا الذي تكرر إن الذين صوتوا على حزب العدل والتنمية إنهم كانوا يصوتون على نفس المشروع فنحن الآن أمناء على هذا المشروع ويعنينا نجاحه وسنسعى إن شاء الله تعالى كنا الشركاء في الإنجاز ينبغي أن نظر الشركاء في الإنجاح الشركاء في الإنجاز مدعوون جميعاً للشراكة أيضاً في الإنجاح نجاح هذا المشروع ليس مرتبطاً بالإخوة البرلمانيين وحدهم وليس مرتبطاً قطعاً بالإخوة الوزراء وحدهم لا بد من أن ينخرط الجميع في إنجاح هذه التجربة ونحن قادرون بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعيته أن نحقق هذا الإنجاز وأن نحقق إن شاء الله تعالى ما نصبه إليه في هذه اللحظة ونحن نسعد بهذا الإنجاز لا بد أن نتذكر بأن هذا الذي يصنعه المغاربة هو أيضاً للأمة هو أيضاً أولاً للإقليم للمغرب العربي ككل ونحن نرجو فعلاً بهذه الزيارة النوعية المتميزة والموفقة الذي قام بها وزير الخارجي والتعاون أستاذ الدكتور سعد الدين العثماني لشقيق الجزائر أن تسهم في إطلاق مرة أخرى رغبة كل الشعوب في بناء المغرب العربي ويمكن لهذه الشعوب أن تبني المغرب العربي ونظن أن هذا الربيع العربي سيسهم في هذا البناء نحن أيضاً معاشر الإخوة في كل لحظة لا ننسى التزاماتنا تجاه قضايا أمتنا ولذلك لا يشغلنا ما يجري في سوريا عما يجري في فلسطين ونحن بحمد الله تعالى علينا في مثل هذه المهرجانات أن نقول للشعب السوري لست وحدك في الميذان نحن معك وسنظل معك ويعني نتألم لألامك وننتظر فرحك وهو آت لا محالة لا مجال لاستبداد أمتنا قطعت مع الاستبداد ولا يمكن أن تقبل به لقد عمر الاستبداد في بلادنا ما شاء الله له أن يعمر الآن نحن ندخل في دورة حضارية جديدة بحمد الله تعالى هناك في بلدان أكثر من بلد تحقق هذا والأمر سيجري على باقي البلدان التي ترفض أن تنصاع وأن تصغي لصوت شعوبها الراغبة في الحرية والكرامة ومن حق كل الشعوب أن تعيش حرة كريمة عزيزة في بلدانها نحن أيضا في هذه اللحظة أحب أن أذكر للإخوة وهذا أحد المهام التي يتحرك من أجلها إخواننا في يعني ضيوفنا في الجزائر وهو قضية أمتنا جميعا إنها قضية فلسطين وهي الكاسب الأكبر من هذا الربيع العربي علينا في مثل هذه اللحظات أن لا ننسى مثل هذه القضية ونعلم علم اليقين أننا بحمد الله تعالى في مثل هذه المواقف نرسل رسالة قوية وهم يعدون بلا شك ويحصون كل هذه التغييرات وبحمد الله الكل يجمع الآن على أن الرابح الأكبر من الربيع العربي هو فلسطين بحمد الله تعالى ولو بعد حيل أقول لأخوة الكرام في الأخير حركة التوحيد والإصلاح والتي أحضر باسمها تبدع أيضا في شيء في غاية الأهمية وهو الفصل والتمايز بين الدعوي والسياسي لقد أبدعنا ومع الأسف الشديد هذه الصورة لا زالت ليست واضحة بالشكل الكافي عند أذهان الكثيرين فنحن بحمد الله تعالى سنظل كما كنا حركة دعوية تربوية إسنادنا ودعمنا لحزب العدالة والتنمية وشراكتنا مع حزب العدالة والتنمية شراكة ثابتة وواضحة ومعلنة لكن أيضا الآن صار يعنينا كل ما يجري في هذا المغرب ولذلك من بين الخطوات النوعية تلك الرسالة الموفقة التي بعثها المكتب التنفيذي للأمناء العامين المشاركين في الحكومة ولذلك كما يعني أشار وما أظن إخواني إلا يدعونا ليس فقط للوزراء وإنما يدعونا للمغرب نحن كذلك نقول ونؤيذ هذا المعنى الشركاء في هذا المغرب حاجات هذه البلاد تتسع لكل الطاقات ولكل الإمكانات ولا مكان الذي فوت على المغرب كثيرا من الخيرات هو الإقصاء منطق الإقصاء منطق لم يجلب خيرا بالأمس ولن يجلب خيرا اليوم ولن يجلب خيرا للغذ منطق الإقصاء ليس منطقا سليما ولذلك كان هذا التدبير التشاركي ونحن ندعى بهذا التجربة التشاركية ونضع أيدينا ونضع كل إمكاناتنا وطاقتنا من أجل إنجاح هذه التجربة أقول في الأخير نحن كما بدأنا ونختم لا بد من أن نستعينا بالدعاء لا بد أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا لأن هذه التجربة أيضا كما هناك سعداء بها وفرحين بها مسرورين هناك أيضا ناس متربسين بها يثيرون بعض القضايا الهامشية أو يضخمون بعض القضايا الصغيرة علينا أن نكون على مستوى اليقظة والذكاء بحيث لا ننخرج في مثل المعارك الثانوية والمعارك الهامشية القضية واضحة المسار واضح المستقبل مبشر بحمد الله تعالى فلنمضي على بركة الله مستعيننا بالله سبحانه وتعالى مبتغينا رضاه وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا